الكاظمي ينافس المالكي على رئاسة الحكومة العراقية الجديدة عنوان آخر للعرب اللندنية كشف سياسيون عراقيون عن أبرز الأسماء المطروحة للنقاش داخل قوى الإطار التنسيقي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة على أن يتم حسم الأمر بعد عطلة عيد الأطحى الأسبوع المقبل ومنذ نحو ثمانية أشهر يعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بثلاثة وسبعين نائبا من أصل ثلاثمائة وتسعة وعشرين ونقلت وكالة مهر للأنباء عن العضو في تحالف الفتح علي حسين قوله إن أبرز الأسماء المرشحة والمطروحة بين قوى الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء هي ثلاث شخصيات وأوضح أن أبرزها هو رئيس اتلاف دولة القانون رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي ووزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني